تعد شركات البتروكيمويات السعودية من الأقوى حول العالم وخاصة في مجال صادراتها ولكن يبدو أن ظروف العرض والطلب ستلعب دور كبير جدا في تحديد ربحية هذه الشركات بحسب S&P التي ترى بأن توقف الدعم الحكومي فيما يتعلق بأسعار اللقيم لربما سيؤدي إلى تآكل فيها مش ربحية هذه الشركات ولكن تستطيع هذه الشركات بحسب S&P أن تتحمل هذه التكلفة عن طريق الكثير من الطرق الشركات المدرجة قادرة على الصمود أمام ارتفاع أسعار اللقيم الذي تم رفع الدعم عنه في وقت سابق قبل جائحة كورونا في محاولة للحكومة في السعودية أن تجد إرادات أخرى أيضا كانت تدعم فيها قطاع الصناعة تحديدا توقعات أن هوامش أرباح الشركات قبل الإيديبيتا يعني قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين أن تصل إلى 17% وأيضا وضع أفضل من شركات البتروكيمويات العالمية التي تعاني من ارتفاع أسعار النقل وكذلك الملاحة وكذلك الوجهات التي تتجه لها في ما يتعلق بغيات التوزيع وكذلك التسويق لها أسعار اللقيم محلية تعتبر منخفضة على الرغم من ارتفاع تكلفتها مقارنة بالعام 2020 لكن النظرة تتحدث أيضا عن محركات رئيسية لربحية شركات البتروكيمويات السعودية هي بمقدراتها على تمرير زيادات الأسعار للعملاء تدريجيا ولحظنا هذا بشكل لافت في أكبر هذه الشركات التي قامت أيضا بتخفيف الضغط على الربحية إذا ما نظرنا أيضا إلى عوامل أخرى وشركات بعينها نجد أنه في مقدرة على تحمل انخفاض تصل نسبة 25% في الأرباح قبل عمليات احتساب الإيديبيتا وأيضا المقدرة على الحفاظ على الربحية والصرافعة مالية متواضعة من قبل الشركات إذا ما لاحظنا وراقبنا أبرز شركات البتروكيمويات وخاصة التي تعتمد على التصديق إلى آسيا نتحدث عن سابك الذي يمثلها بالدرجة الأكبر سابك مكرر ربحية 25 مرة يعد في إطار محدود نوعا ما منذ بداية هذا العام السهم سجل تراجع بقرابة واحد في المئة ورغم ذلك تذبذب واضح لدينا على حركة السهم على خلفية أرقام الطلب العالمي لنسى أن الصين تعد من الأسواق المهمة جدا لسابك وسابك واتهمت سابقا بالإغراق بأن جودة منتجاتها وأسعارها أفضل من المنتجات المحلية في الصين ننتقل الآن إلى شق مهم جدا متعلق بالنتائج المجمعة لشركات البتروكيمويات السعودية تراجعت الإرادات بقرابة 27% في ربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الفائت لا ننسى أنه انقطاع سلاسل الإمداد أدى إلى تعطش الشركات العالمية لشراء وتخزين كثير من المواد ناهيكم عن بعض من المشاريع التنموية حول العالم لكن خف هذا الطلب كما لحظنا مع ظروف بداية هذا العام الأرباح الصافية المجمعة كانت الحقيقة أحدثت فارق مقارنة بالربع الأول من العام الفائت سجلت تراجع لدينا إذ دخلت بحدود 91 مليون ريال من التراجع الواضح مقارنة بـ 12 مليار و 200 مليون إذن كانت هذه نظرة SMP لواقع القطاع البتروكيموي بالنسبة للصناعات في السعودية ومدى مقاومته لظروف العرض والطلاب العالمية